بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي المحاضرة الرابعة عشرة من سلسلة الخلاف الراشد عهد الصديق والفاروق وفي هذه المحاضرة نتحدث عن فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كنا قد تحدثنا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف أن المسلمين قد فتحوا بلاد شاسعة في العراق وأصبح جانب الغربي من العراق وهو على حدود نهر الفرات على طول نهر الفرات من الجنوب إلى الشمال كله محرر بيد المسلمين ثم تحدثنا عن اشتعال الجبهة الشامية وحاجة الجبهة الشامية للدعم فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق بجيشه إلى الشام مخلفا المثنى بن حارثة الشيباني على قيادة الجيوش في العراق ثم بعد ذلك ما لبث أن تكالب الفرس وتحالف وتجمهر ضد المسلمين في الجبهة الفارسية مما اضطر المثنى بن حارثة الشيباني من أن يضع أميرا على الجيش في العراق وأن ينطلق إلى المدينة المنورة ليطلب العونة والمدد من أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أنه عندما وصل إلى المدينة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلفظ أنفاسه الأخيرة فلبث المثنى في المدينة وكان من آخر وصايا أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب الخليفة من بعده أن يحفز الناس كي يخرج مع المثنى إلى جبهة العراق إذن مات الصديق رضي الله عنه ودفن في ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر جماد الآخرة سنة ثلاثة عشر وعندما أصبح عمر ندب الناس وحثهم على قتال أهل العراق وحرضهم ورغبهم في الثوابف على ذلك طبعا فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم وشدة قتالهم في اليوم الثاني قام عمر وندب الناس لقتال أهل العراق وأن ينضموا لجيش المثنى فلم يقم أحد في اليوم الثالث لم يقم أحد فتكلم المثنى رضي الله عنه وخطب الناس في المدينة بحضرة أمير المؤمنين فأحسن وأخبرهم بما فتح الله عز وجل على يدي خالد بن الوليد في معظم أرض العراق وما لهم هناك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد فلم يقم أحد يعني ثلاث أيام الخليفة والمثنى يحرض الناس على الخروج للجهاد في العراق والناس متقاعسين خوفا من عظمة الإمبراطورية الفارسية وجيوشها الجرارة قال فلم يقم أحد فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي فقال أنا أخرج وهو من خيادات المسلمين من ثقيف فعندما قام أبو عبيد وتطوع تتابع الناس في الإجابة وكان ممن انضم إلى أبي عبيد سليط بن قيس الأنصاري استجاب لنداء عمر وقال يا أمير المؤمنين إنما كان عن هؤلاء الفرس إلى وقتنا هذا شقشق من شقاشق الشيطان ألا وإني قد وهبت نفسي لله أنا ومن أجابني من بني عمي ومن اتبعني يعني هم يكونوا ما يكونون هؤلاء الفرس أنا وكل أولاد عمي في خدمة هذا الدين وخدمة هذه الدعوة وسنكون في وجههم نعم فكان لسليطك الأثر قوي في تشجيع الناس ورفع معنوياتهم وزيادة رغبتهم في جهاد الفرس واجتمعوا وبدأ الناس يتكاثرون ويجتمعون ويتطوعون في الجيش الذي سيرسل إلى العراق فبعد أن أصبح العدد كبير طالبوا من الخليفة أن يولي عليهم رجلا من المهاجرين أو الأنصار فقال عمر رضي الله عنه والله ما أجد لكم لها أحق من الذي ندب الناس بدءا يعني أولى الناس بأن يقود هذا الجيش هو أول واحد شجعهم وهو من؟ أبو عبيد بن سليط الثقفي طيب ماذا أبو عبيد بن مسعود الثقفي؟ ماذا عن سليط؟ سليط من الأنصار قال ولولا أن سليطا عجول في الحرب لأمرته عليكم ولكن أبو عبيد هو الأمير وسليط هو الوزير فقال الناس سمعا وطاعة وجاء في رواية وأمر على الجميع أبو عبيد ولم يكن صحابيا فقيل لعمر هل لا أمرت عليهم رجلا من الصحابة؟ فقال إنما أمر أول من استجاب إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم ثم عمر رضي الله عنه قبل أن ينطلق الجيش بقيادة أبو عبيد دعا أبو عبيد ووصاه فقال له اسمع من أصحاب رسول الله يعني اجعل مجلس شوراك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر إذن اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعا بل اتأد يعني خذ بالروية والتؤدة فإنها الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكي يعني المتزن الهادئ الذي يعرف الفرصة ولا يمنعني أن أؤمر سليطا إلا سرعته إلى الحرب والسرعة إلى الحرب إلا عن بيان ضياع والله لو لا سرعته لأمرته ثم قال إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبرية تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعملوه وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف تكون واحرز لسانك ولا تفشين سرك فإن صاحب السر ما يضبطه متحصن لا يؤتى من وجه يكره وإذا لم يضبطه كان بمضيعة ثم أمر المثنى أن يتقدم يذهب بالفصيل الأول يتقدم إلى العراق إلى أن يلحقه الجيش وأمره أن يستنفر من حسنت توبته من المرتدين فسار المثنى مسرعا حتى وصل الحيرة وقلنا في المحاضرات السابقة أن الحيرة أصبحت مركز انطلاق الجيوش الإسلامية وكان عمر رضي الله عنه يتابع جبهات العراق والفرس والشام ويمد الجيوش بالإمدادات ويرسل لهم التعليمات والأوامر ويضع لهم الخطط للمعارك ويشرف عليها بنفسه سار المسلمون إلى أرض العراق وهم سبعة آلاف رجل وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق قلنا أن خالد انضم لأبي عبيدة في الشام الآن كتب عمر لأبي عبيدة أن رجع بعدما انتصرت في الشام في اليارموك رجع من كان في العراق إلى العراق فجهز عشرة آلاف عليهم هاشم بن عتبة وأرسل عمر إلى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في أربعة آلاف إلى العراق فقدم الكوفة أو مكان الكوفة لأن ما صارت للكوفة بعد مكان منطقة الكوفة فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرسة مضطربين في ملكهم وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا عليهم بوران بن كسرى بعدما قتلوا التي كانت قبلها أزرميدخت وفوضت بوران أمر الملك عشر سنين إلى رجل منهم يقال له رستم بن فرخزاد على أن يقوم بأمر الحرب ثم يصير الملك إلى آل كسرى فقبل ذلك وكان رستم هذا منجما يعرف النجوم وعلمها جيدا فقيل له ما حملك على هذا قال الطمع وحب الشرف إذن وضع المسلمين كما قلت لكم الآن اتجهوا إلى العراق اجتمعوا في الحيرة الإمدادات تتواصل جريد بن عبد الله البجل يأتيهم ويأتيهم مدد من الشام وكلهم يتجهزوا وتجمعون في الحيرة قاعدة الانطلاق الفرس قلنا وضعوا حبلهم من فرط بعد موت كسرى ثم قتلوها ثم ولوا بنته الثانية بوران ولم يجدوا ذكرا من آل كسرى فتولت بوران الحكم وجعلت أمر الجيش إلى رستم عظيم من عظم الفرس